قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال عبد الله وقد سمعته أنا من الهيثم قال حدثنا حفص بن ميسرة عن أبن حرملة عن أبي ثفل المري أنه قال سمعت رباح بن عبد الرحمن بن حواتي بن يقول حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لا وضوء لم يذكر الله تعالى ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار قال حدثنا شيبان قال حدثنا يزيد بن عياض عن أبي ثفل بهذا الحديث وقال سمعت أباها سعيد بن زيد